كشف مصدر خاص من داخل الحنانة لون نيوز عن نوايا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال المرحلة المقبلة المصدر أكد أن الصدر تنازل عن الصدري القح ويستعين بالمرحلة المقبلة بالوطني القح لافتاً إلى أن الوطني القح سيأتي من تحالف أوسع لن يسمح لخصومه من السيطرة على مفاصل الدولة وأشار إلى أن التحالف سيضم كل من الرئيس مسعود بارزاني ورئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي وأحزاب جديدة برئاسة وزراء في الحكومة السابقة كجمعة عناد وعثمان الغانمي إلى جانب الحزب الشيوعية واتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي وأضاف المصدر أن التيار صدري بدأ من الآن بإعادة ترتيب أوراقه استعداداً للمرحلة المقبلة وصولاً إلى الوطني القح ترجمة نانسي قنقر